موسيقى مشاهدين أهلا بكم في هذا الموعيد الرياضي ونستهل قراءتنا في عنوان الصحف الرياضية من صحيفة الأحداث المغربية التي عنونت في صفحتها الرياضية 24 لعبا بلائحة الأولمبيين اليومية أوردت أن هشام دميعي مدرب المنتخب الأولمبي أفاد بأن 24 لعبا للمشاركة سيشاركون في المعزكر الإعدادية لمنتخب أقل من 23 سنة الذي يستعد لمواجهة تونس وديا يومي 25 و29 مارس الحالي بمركب مولاي الحسن بالريباد وإلى إسبانيا حيث موندو دي بورتيفو لسانو حالي البرسا ركزت على النرويجي إيرليك هالند ورغبة الفريق الكتلاني في التعاقد معها معنونة رسالة إلى هالند وأيضا ركزت على اهتمام برشلونة بالأرجنتيني باولو دي بلا معنونة احتمال اهتمام برشلونة بدي بلا الذي سيغادر يوفانتوس اليومية تحدثت كذلك عن لعبة التنس الأسترالية أشلي بارتي التي أعلنت اعتزالها اللعبة بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 25 عاما معنونة لقد سئمت كما اهتمت الصحيفة بتصريحات راول دي توماس مهاجم إسبانيول ومنتخب إسبانيا ونقلت عنه قوله إنه سيكون من الرائع التسجيل برفقة المنتخب الإسباني في كورنيلا من جهتها ركزت ماركا على حوارها مع دافيد رايا حارس برينتفورد ومنتخب إسبانيا وعنوانات دافيد رايا لا يفاجئني أنهم في إسبانيا لا يعرفونني كما عنوانات اليومية روسيا ترغب في تنظيم نهائية أمم أوروبا في حديثها عن تقديم روسيا ترشحها لاحتضان نهائية أمم أوروبا 2028 الصحيفة اهتمت أيضا بلقاءات الملحق الأوروبية للتأهل لنهائية كأس العالم قطر 2022 معنوانة نديداء الأخير لقدر كما عنوانات اليومية عروض غير كافية لأروخو وخافي في إشارة إلى قضية تجديد عقدي خافي وأروخوة في برشلونة ومن إسبانيا إلى فرنسا حيث لكيب ركزت على اعتزال المصنفة الأولى على العالم في تنس السيدات الأسترالية أشلي بارتي وكتبت في القمة وقررت الرحيل كما عنوانات لقاءات فاصلة خطيرة لإيطاليا والبرتغال في حديثها عن ملحق التأهل لنهائية كأس العالم قطر 2022 ونختم مشاهدنا مع توتو سبورت الإيطالية التي تحدثت عن فوز سيدات يوفانتوس على أولمبيك ليون بهدفين لواحد في ذهب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا معنوينة تنيا لهن من نساء الصحيفة اهتمت بتجديد انتر ميلان عقد لعبه الكرواتي ماسيلو بروزوفيتش ورغبة يوفانتوس في ضم زانيولو لعب روما نصل مشاهدنا لختم جولتنا في أبرز عنوين صحف الرياضية الصدرة اليوم شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء